سلام عليكم الله احنا قمت فكرة لكن لا نقرب انا اعرض عليكم فكرة جميلة جدا هتساعدنا جدا في القرب احنا منطبق فكرة جديدة ان شاء الله نعملها النهاردة فكرة اسمها كتب المسموعة الكتب المسموعة دي اه لا احنا حاجة ناسف احنا منجيب كتاب اه بنحط على الفلاشة بنسمعه احنا فهمنا ابو مصطفى بن ارده ربنا بريق له اه وافي على الفكرة يعني الكتب مش سياسية ولا حاجة من الحاجات من بعض السوايين كتب عامة يعني مثلا كتاب زي قصة الحيات بتاع عن ورسادات كتاب ابراحان الغزالي العقل والاسلام اه في كتاب نواد الجاحة يعني كتب الفكرة الاصاسية أن الناس تقرأ مش أن الناس مفيس حد الفين عنده وقت انه يفتح كتاب ويقعد يقرأ فهنا منحاول ان نطبق الفكرة انه نسمع الكتاب فهنا نشألها نعمل الكتاب الوقتي وفيه أكتر من كتاب مع ابو مصطفى وقبل ما نصل هناك ، هأأخذ رأيكم نأخذ رأيكم بكرة فكرة كفكرة أنك تسمع كتاب حاجة رأيعة جدا وجميلة بس وحاجة راجعة و هتوفر عليك وقتك و تقدر تقرأ في أي وقت و هتبقى جميع المعلومات الشديدة عندك أكثر بكثير من أنك تقرأ و راح لعناك حد يحب يشارك؟ حتى أنا جميعا أحب يقول حاجة؟ فقرك وليس يا ربنا هذا طبعا بدلا ما نبعدين في العربية و نسمع يا ربنا تبين علي ست القط يا سليا الشراحة الثانية الستاتة البنازل رباط البيوت الستة اللي تتوقع في المطبخ بالساة تغسل مواعين؟ تجهز أكل؟ لا ما يومي نهاردة هتوفر نهاردة موقع أقرد أجل نهارة بنا أنت تبدي كم ساة تغسل مواعين في اليوم؟ في المطبخ عموما مواعين بتحضير أكل كده مش كل الأيام بقى يعني متواصل ساعة 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 نهارة في اليوم؟ نعم نعم طبعا إحنا ممكن يعني أنت لو أفضل أنك تسمع كتاب مدده ساعتين و كل يوم إيه رايك في الفكرة؟ ساعة هنزلك الكتاب على موبايل و أنت تشغل الموبايل و أنت تغسل الموبايل أجل هل تقدر تقوم بموبايلة في المطبخ يوميا؟ أسمع عين تجيز أك في كده؟ يعني من ساعة ساعتين كمان من ساعة ساعتين تخيل كم المعرفة التي ستكون عندهم بعد سنة عندما يسمعوا كتاب واحد يوميا أكيد ستكون حاجة رائعة شكرا